السلام ونعمة هو الكذب عشان امنع مشاكل هتحصل في البيت دي حرام ولا الكذب لازم يبقى حرام يا حبيب الكذب لازم حرام بس احنا ونقدر بنعمل ايه بنقدر نعمل مهرب معاش في خطية كذب اعمل مهرب معاش في خطية كذب وده حتى ربنا عمله مع مين صوميلي النبي لما راح يمسح داود بن ياسة ملك راح قاله قدم زبيح راح قدم الزبيح بس هو قدم الزبيح راح مسح داود بن ياسة ملك فهنا انا ممكن اسكت بس مكذبش ممكن اقول انا منش داخل او اعمل انما مكذبش يعني ممكن اسمط بس مكذبش ادخل حد من ابائي الكنيسة بس مكذبش انما اي ان كان الكذب مينفع مرات ابني مش بتحبني بتكرهني وبتقول لي باخد فلوس من ابني وبتصلت العيال علي عشان وده ماليش غيره يعني مها حقيقة مش حلو الكتاب بيقول حب أعداءكم مش عايشين في بيت واحد وتحت سقف واحد ومنحبش بعض والكتاب بيقول اكرم أباك وأمك المفروض أم الزوج هي أم الزوجة وأم الزوجة هي أم الزوج والأب كذلك وذا كان الكتاب بيوصينا حب أعداءكم أمال اللي منك يبقى إيه والكتاب قال اكرم أباك وأمك اكرم أباك وأمك احنا عاوزين المحبة عشان يبقى فيه بركة لأن البيت اللي بيخلو المحبة بيخلو من البركة وفي نفس الوقت بالكيل اللي زي بيه تاكلون يكال لكم ويزداد يا ما ناس عملت كده اللي عملت تتعمل فيها فيه سؤال بيقول ليه بنصلي كرية ليسون واحد واربعين مرة كرية ليسون هي كلمة يونانية معناها يا رب ارحم ولكن فيها رجاع يعني بمعنى أرجوك يا رب ارحم حسب شريعة اليهود أنه هو يجلد أربعين جلدة إلا واحدة بس كان يجلد الرومان جلده أكتر من كده الرب يسوع بس حسب شريعة اليهود بيضربوها أربعين جلدة إلا واحدة وواحد تعنوا بالحربة وواحد ضربوا بالقصبة على رأسه والغرز اكليل الشوك في رأسه فبهم واحد مع كل ضربة كل ألم تحملوا الرب يسوع من أجلنا بنصرخ ونقول يا رب ارحم بنطلب مراحمة الله اللي تحمل هذه الألم من أجلنا إحنا فيبهم الواحد واربعين جلدة اللي هم الواحد واربعين الكرية ليسون تسعة وثلاثين جلدة والضربة بتاعت الحربة والضربة اللي جاءت على رأسه بالقصبة فبنطلب مراحمة الله أن نتحمل هذه الألم من أجلنا